فرغم أنهم يمثلون مصدرا للعملات الصعبة إلا أن القوانين في الوطن لا تسهل عليهم مهمة التصدير التفاصيل مع محمد سعدوي وإسماعيل محبوب لا تزال الجزائر جدا متأخرة في مجال تصدير الخدمات المعلوماتية رغم توفر الإمكانيات البشرية فلا تراعي لحد الآن التشاريع الجزائرية خصوصية المؤسسات الشاغلة في المجال والراغبة في التصدير القانون الجزائري يمنع عمالنا مثلا أن يأخذوا دي فريد ميشون بشي يروحوا للخارج كأي استثمار نحب نقتحموا سوق خارجية عندنا العمل أن نجب أن نديره من قبل من حيث مثال الماركيتيك من حيث الفورماسيون من حيث يعني البروسبيكسيون طبيعة خدمات المؤسسات المعلوماتية تحتم أن تكون مداخلها من التصدير عبارة عن مجموع قيم صغيرة من العملة الصعبة ورغم أن بنك الجزائر المستفيد الأول منها إلا أنه يعرقل عملية دخولها يدرون لك تانيك دو سينيان نغاجمون بلك لابخيستاسيون يعني الخدمة هذه ندارت هنا في الجزائر لك إحنا يولا عدنا مهندس وبعتناها لخارج ودخلنا لدفيزة هنا يتطور الاقتصاد الرقمي بسرعة رهيبة إلا أن القوانين في الجزائر لم تستطع حتى الآن مسايرة المؤسسات الجزائرية الشاغلة في المجال